طيب أرحب بضيف ينضم علينا عبر السكايب من تونس السيد عباس الكعبي رئيس المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز سيد عباس تحية لك لكم خالص التحية والاحترام ومساء الخير أهلا بك سيد الكعبي إذن الثورة أو الانتفاضة الثورية كما يسميها المعارضون تتمدد وتتوسع على الأراضي الإيرانية وفي كل الجغرافية في كل مدن إيران ومحافظاتها هناك مشهد الحقيقة في الأحواز هو حريق هائل في بيناء معشور الأحواز على الضفة الشرقية للخليج العربي في مخازن النفط كيف تقيم هذا الحادث في ظل ما تعيشه إيران اليوم؟ جد التحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام نعم الحادث هو نتيجة للأضرابات العمالية التي قام بها عمال قطاع النفط والغاز والفتروكيميائيات سابقا قد لا نستطيع الجزم بأن هناك أطراف يعني معينة قد تكون أحوازية مقاومة أحوازية وغيرها فعلت ذلك ولكن أيضا المعروف بأن هذا النظام عندما يعجز عن إسكاة صوت المنتفضين فإنه يلجأ إلى مختلف الأساليب كمحاولات تصدير الأزمة إلى الخارج الحشودات العسكرية هنا وهناك تهديد الدول الأخرى وأيضا القيام باغتيالات وتفجيرات داخلية وغير ذلك لحرف الأنظار عما يحدث أما هذا الحريق فهو ليس الأول من نوعه وقد شاهدنا في السنوات الماضية سلسلة حرائق عمت البتروكيميائيات وقطاع النفط والغاز وهذا ينذر الحقيقة بأمر خطير جدا على النظام فنحن نعرف مدى أهمية الاقتصاد وخاصة قطاعي النفط والغاز والفتروكيميائيات الأحوازية من وجهة نظرك سيد الكعبي اليوم مع تصاعد هذا الغضب في الشوارع والحقيقة من العاصمة طهران إلى المدن الكبرى إلى تبريز إلى بشهد إلى أصفهان إلى شيراز إلى الأحواز إلى بلوشستان إلى كردستان هل تعتقد بأن المشهد اليوم يشي بأن النظام اهتز على إثر هذا الغضب؟ نعم اليوم لاحظنا حدث مهم جدا حقيقة وهو حدث يتمثل في ارتداد البنادق وخاصة في بلوشستان إذ أن هناك جندي بلوشي قام بقتل أربعة من القوات الأمنية الإيرانية وتعرف حضرتك بأن الخدمة العسكرية الإجبارية هي ملزمة على كل الشعوب سواء كانوا البلوش الأحوازيين الأذربيجانيين والأكراد والتركمان وغيرهم كما هي مفروضة على الشعب الفارسي نفسه فهناك لدينا كما كانت على سبيل المثال أثناء الحرب الإيرانية العراقية خلال العدوان الإيراني على العراق من سنة الثمانين إلى ثمانية وثمانين النظام أو الاحتلال منع وجود أكثر من أربعة جنود أحوازيين في خندق أو في جبهة أو في مكان واحد لأن البنادق سرعان ما ترتد واليوم حدثت عملية خطيرة وهي ارتداد البنادق أي الجندي البلوشي رغم أنه عسكري في الخدمة العسكري الإجبارية في الجيش الإيراني قام بقتل أربعة من القوات الأمنية التي كانت منشغلة بقتل أهله وذويه وأقاربه وأبناء جلدته وأيضا هناك اشتباكات حديث أكبار واردة بأن اشتباكات حدثت بمدينة شيراز يعني بين الجيش بين عناصر الجيش وبين عناصر الحرص التوري ورفض الجيش لتنفيذ الأوامر بقتل وقمع المتظاهرين نحو 140 مدينة منتفضة نحو 140 جامعة أيضا منتفضة الشهداء بلغ عددهم أكثر من أربعمائة من بينهم قرابة خمسين طفل من بينهم عشر فتيات يعني الأطفال يعني فقط المعتقلين بالآلاف وصل عددهم نحو خمسة عشر ألف وهناك إعدامات اليوم استشهاد مواطن أحوازي عباس اللويمي بمدينة الأحواز العاصمة اليوم استهداف لموقع لما يسمى بالباسيج أو القوات التعبئة الإيرانية المحتلة في الأحواز اليوم أيضا مداهمة أو إطلاق النار على مندوب خامنئي في الأحواز بمدينة الفلاحية هناك عدة أحداث حقيقة اليوم يعني نلاحظ هناك تصعيد يعني خطير وجدي طبعا الكيان الإيراني اليوم أعلن بأنه ألقى القبض على ثلاثة خلايا في الأحواز وأصفهان ومدن أخرى وقال بأنها مدعومة من دولة أوروبية وهذا الحدث أيضا يعتبر الأول من نوعه طبعا لا نصدق يعني روايات هذا النظام ولكن أنه يتهم دولة أوروبية بحذاتها لأن عادة التهم هي واضحة التهم الإيرانية الكاذبة طبعا أمريكا، إسرائيل، السعودية يعني هذه العناوين الثلاث عادة أما اليوم فقد أضاف إلى القائمة عنوانا جديدا وهو يتمثل في دولة أوروبية ترجمة نانسي قنقر